اما جيه سؤل الرسول محمد عن الروح يسألونك عن الروح قل هي من أمر ربي أنا ما يعرفش هو من أمر ربي فبالتالي المصطلح نفسه بتاع الروح عنده مش مفهوم مش ملوش معنى فبالتالي كمان مصطلح السلام في الإسلام ملوش المعنى الروحي اللي بيكلم عنه المسيحية حضرتك بتقول ازاي المسلمين بيكلموا طول النهار يقولوا السلام عليكم فمصر بقى بصراحة من كتر ما احنا بنعيد السلام عليكم بقى تساموا عليكم يعني ساموا عليكم دي حتى السلام دي مش فاهمين هو بيقول ايه اصلا هي تحية وخلاص كده زي مساء الخير صباح الخير اي حاجة فالموضوع ما بقاش ليه المعنى العميق اللي انت بتاخده منه انا هذا اللي بقول انه المعنى العميق هو في الكتاب المقدس انه هاي تحية كتابية اصلا كانت بس هاي التحية بتيجي عن طريق اختبار لانه انا اختبرت السلام عم بحية في السلام للشخص الاخر فبيقولوا في العهد القديم شلوم عليكم في العهد الجديد السلام عليكم او البعض بقولوا السلام لكن هي هاي التحية المسيحية يعني متعارف عليها عند المسيحين لكنها عن اختبار مش بس مجرد كلام السلام عليكم سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة